طيب لسا كاملين مع حضراتكم معي عبر سكايب الآن الفرنسي فرناندو دا كروز المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي يا فندم صباح الخير أهلا بك على التلفزيون المصري شكرا شكرا جزيلا سيدي على استضافتكم لي بداية كده حابب أسألك على إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم في رأيك كيف حدثت هذه المعجزة ولكن هذا الحلم الكبير كيف تحقق للمنتخب المغربي بالوصول بين الأربع الكبار في كأس العالم فيما يخصني أنا أؤكد لكم أنه عزيمتهم وكان في مباراتهم ضد كرواتيا أيضا أنهم أدركوا أنهم لديهم القدرة والكفاءة على اللعب كما يجب في كأس العالم المباراة الأولى أعطيتهم الكثير من الثقة ومن خلال هذه الثقة استمرت في الزيادة ومستوهم ارتفع واستطاعوا أن يفوزوا بالمستويات أعتقد أن التنظيم الجيد والتخطيط الجيد وفكر التضامن والترابط بين اللاعبين ولعبوا كمجموعة واحدة وأعتقد اللاعب الجماعي وهذا ما اتبعه الفريق في المباراة التالية وهذا ما جعلهم يستطيعوا الوصول إلى المركز الرابع أعتقد أن جميع هذه العناصر هي التي ساعدت وأدت أن يقوم المغرب بأداء مباراة في كأس العالم رائعة جدا رأيك في أداء وليد أرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي أعتقد أنه في البداية كان صعب عليه لأنه يجب أن يذكر أيضا أنه اخترى الفريق من تقريبا ثلاث شهور فقط قبل بطولة كأس العالم وكان لديه الكثير من الاختيارات وصعوبة وضيق الوقت أيضا كان لديه صعوبات لا ننكر ذلك وقت قليل جدا لكي ينفذ أو يضع تنظيم جيد واختيار جيد للأعضاء وخلق هذه الروح الجماعية أعتقد أن في هذا الوقت القليل فقد قام بعمل رائع جدا باختياراته أيضا أي اللعبين شفتوا أدم مباراة كبيرة في هذا المنديال بالنسبة للمنتخب المغربي تقتلوا الأفضل يعني الأفضل أعتقد يوجد الكثير أؤكد لكم أن لعب الوسط كانوا أيضا مميزين جدا وكما نقول بونو حارس المرمى كان رائع أيضا في اتصاد الكثير من الهجمات ويوجد أيزدن عنيي على ما أعتقد كان في لعب الوسط أيضا وخط الوسط أعتقد أنه كان من أقوى من نقطة القوى الرئيسية لكن هناك نقطة مهمة جدا اللعب الجماع الفريق بأجمله كان رائع وان ذكرت بونو أو غيره من اللعبين لكن أقول لكم أنهم كفريق لعبوا مباراة رائعة وبطريقة إيجابية جدا وكان أداء الجماعي هو الغالب عليهم أعتقد أن الثلاث لعبين في خط الوسط بالإضافة إلى حارس المرمى هم من أدوا بجذب الفريق إلى الأمام طبعا حارس المرمى يسين بونو وسلاسي الوسط سوفيان مرابط وعيز الدين وناحي وطبعا أملاح سلاسي الوسط الرائع جدا مع المنتخب المغريف في هذه البطوقة طيب سؤالي قادم ليك يخص مباراة نهاية كأس العالم غدا وبطبيعة الحال تتعاطف مع المنتخب الفرنسي كيف ترى هذه المواجهة الكبيرة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني في نهاية كأس العالم وتوقعاتك له اسمعني أعتقد أنه سوف يكون ستكون مباراة متوازنة جدا لأن اليوم فرنسا لها طموح وأعتقد أنه يوجد بها لعبين على المستوى الفردي أعلى من الأرجنتين لكن الأرجنتين خسرت مباراة الأولى ضد السعودية وأعتقد أنهم بدأوا بداية سيئة جدا في كأس العالم وكان بالنسبة لهم صعب جدا التأهل للأدوار المتقدم الآن الأمر يختلف لديهم حالة ذهنية رائعة وأؤكد لكم في البداية كان من الوارد استبعادهم والآن هم في النهاية أعتقد هذه هي العقلية العقلية هي تلعاب الأرجنتين أنه أعتقد وأؤكد أن المباراة ستكون متوازنة جدا وأتمنى أن يفوز الفريق الفرنسي بهذه البطولة ديدي الشامب قال النهاردة أنه في بعض الجماهير الفرنسية متعاطفة مع ليونيل ميسي جوى الشعب الفرنسي هل أنت ممكن تتعاطف مع ليونيل ميسي ضد المنتخب الفرنسي؟ أعتقد أن كيف ترى الأشياء إذا رأينا الجانب الإنساني أو المشاعر نقول أنها النهائي الأخير له وتعتبر نهايته في الملاعب على المستوى الدولي لكن حتى أقول لكم إن كنت أحب جدا ميسي لمسيراته الرائعة التي لعبها لكن أفضل أن يفوز المنتخب الفرنسي بهذه البطولة حتى مع حبي وتعطفي مع ميسي لأن هذا الفريق لديه لعبين رائعين والفريقان يتمتعان بمهارات رائعة وأتمنى أن تعود فرنسا حامل هذا اللقب وأن يدخل الفريق الفرنسي ومدربه ديشومب التاريخ أنني لا أقول حمقات لكن أؤكد لكم أن هذا الفريق يستحق ولديه البواهلات لذلك لكن إن فاز ميسي فهو يستحقها لكن وأكد أنني أتمنى فوز الفريق الفرنسي ممكن في العادي أنني أستسألك عن نجم الفريق كاليا نمبابي ولكن أنا أريد أسألك على أنتون جريزمان اللي عامل بطولة كبيرة جدا في هذا المنديال رائع كيف أداء جريزمان في هذا المنديال أعتقد أنه وجد كما نقول وجد التوليف الساحرة مع ديشومب ويقود فريقه بطريقة رائعة وموقعه ومكانته في الفريق مهمة جدا ودوره أساسي وقد فيما يقص اللعب أعطاه ديشومب أعطاه الكثير من الحرية في الهجوم والدفاع والحركة على أرض الملعب فهو لاعب جريزمان لاعب موهوب لكنه لاعب فريق بمعنى أنه مفيد جدا للعب الجماعي ومفيد للفريق إذن الحرية التي نالها هي التي أدت إلى الكثير من النجاحات للفريق وجريزمان يستحق هذه الحرية ويستحق هذا الأزاء إن نظرنا اليوم إذا اخترنا من هو أفضل لعب في الفريق الفرنسي سوف أختار جريزمان بدون تردد وهو يستحقها وهو يستحق أن يكون أفضل لعب فرنسي سؤالي القادم لك يخص بقى فريقك فريق الجيش الملكي الجيش الملكي في منافسة كبيرة مع فريقان مصريان في الكونفيدرالي الأفريقية فريق البيراميدز وفريق فيوتشر كيف ترى هذه المنافسة الكبيرة؟ إذا المجموعة صعبة جدا من المحتمل أن تكون أيضا أن تكون هذه هي المجموعة الأصعب في البطولة لماذا؟ لأن يوجد فريقان جيدان جدا من مصر وإذا رأينا ترتيب الدوري المصري أو البطولة المصري سوف نجد أنهم في مقدمة الجدول نحن نعرف جيدا أن اللعب ضد بيراميدز وفريق صعب جدا لكن المجموعة مفتوحة بمعنى أن كل الأمور متاحة أعتقد أن اللعب ضد هذان الفريقان ليس بالسهل لكن أتمنى أن نؤدي مباريات رائعة بالنسبة لنا ولفريقنا وللجماهير أيضا لكي يستمتعوا بالأداء وأكد لكم أننا لدينا الرغبة والإرادة القوية في التأهل من هذه المجموعة الفرنسي فرناندو دا كلوز المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي أنا أشكر لك شكرا جزاء على هذه المدخلة والمشاركة معنا في برنامج رقم 10 شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم أداء رائع دائما شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم